بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقاررة مدينميكس and fluid mechanics الدرس الثاني اللي عقلنا عيوانه Pure Substance تكملت ما بدأناه المرة الماضية في الجداول لكن في هذه المرة سوف نأخذ بالتحديد المنطقة التي موجود فيها الماء السائل و بخار الماء يعني جزء saturated liquid vapor mixture so during the vaporization process substance exists as part liquid and part vapor يعني هنا يمكن الماء أن يتواجد على حالة سائلة وحالة vapor that is it's a mixture of saturated liquid and saturated vapor to analyze this mixture property we need to know the proportion of the liquid and vapor phases in mixture يعني لمعرفة جميع الخصائص اللي سوف ندرسوا ان شاء الله يلزمنا معرفة كم نسبة البخار الماء وكم نسبة الماء السائل هنا راح نستعمل this down by defining a new property called the quality x the quality x is defined as the ratio of the mass of vapor to the total mass of the mixture فهنا quality is equal mass of vapor على total mass يعني mass of vapor plus mass of liquid فهنا بالطبع إذا كانت لقواليتي x تساوي سفر فهذا يعني إنه mass of vapor is equal zero فهذا يعني إني نحكي في أي منطقة شباب هنا طبيعي جداً هنا نحكي في السaturated liquid ولو كانت x تساوي واحد هذا يعني لإيش؟ يعني لأنه Mg على Mf مع Mg is equal 1 that means what? that means Mf is equal 0 Mf is equal 0 يعني الماء السائل تقريباً غير موجود فهذا يعني إنه إيش؟ هنا نحكي على النقطة saturated vapor فهنا ذي ما هو موجود the value of quality range from 0 to unity add saturated liquid state is equal 0 زي ما شفناها الحين زي هنا وأيضاً and add saturated vapors x is equal 1 زي ما شفناها في الجزء هذا أيضاً استعمال القواليتي أو كيفية تسخراج القواليتي لو تم إعطائنا مثلاً specific volume of mixture فمثلاً نحاول إنه هنا نوجد العلاقة أخيراً اللي تعطيني إيش؟ تعطيني القواليتي باستعمال خصائص من الجدول وأيضاً خاصية تعطى في المسألة فهنا نبدأ بداية من فوق عندي الفوليوم حقة الخليط تساوي الفوليوم حقة الليكويت مع الفوليوم حقة بخار الماء الفوليوم كيف نعرف عنده علاقة بإيش بالمس فهنا المس في specific volume تعطيني ماذا شباب؟ تعطيني الفوليوم المس في specific volume تعطيني الفوليوم المس في specific volume تعطيني الفوليوم طبيعي جداً هنا كنلاحظوا mass of vapor specific volume of vapor mass of liquid mass of liquid specific volume of liquid تعطيني الفوليوم of liquid والmass of total في specific volume of mixture تعطيني أمر هذا أيضاً ما ننسى أنه الماس حقة الليكويت يسوي total mass minus mass of vapor فلو عوضنا القيمة هذه MF في المعادلة هنا راح نلاحظ أن أصبحت معادلة تكتب بطريقة حيث نقسم بعدين على إيش؟ نقسم بعدين على mass total فراح تروح هنا mass total من هنا mass total من هنا راح تروح تبقى لي واحد MG على mass total تظهر لي القواليتي MG على mass total تظهر لي أيضاً القواليتي وتصبح المعادلة في الأخير زي ما مكتوبة هنا specific volume of mixture is equal واحد ناقص القواليتي في الفوليوم حقه الليكويت بلاس قواليتي في الفوليوم حقه الفيبر أيضاً يمكن كتابة هذا الأمر تسوي volume of liquid plus quality في specific volume of mixture VFG ما ننسى هذا أنه شفناه ترم هذا شفناه في الجداول وأيضاً شفناه في الحساس اللي قبل فلو سوينا المعادلة هذه استعملنا المعادلة الأخيرة أو حتنا المعادلة هذه راح نتحصل على أن القواليتي is equal specific volume حقه المعطة main specific volume حقه الليكويت على specific volume FG قلنا المعادلة هذه تسمح لي لو طلب مني في المسألة استخراج القواليتي مع معرفة القواليتي specific volume of liquid and specific volume of mixture VFG أيضاً المعادلة هذه يمكن تعبئتها أو كتابتها لنفس الشيء بالنسبة ل specific internal energy and specific enthalpy the analysis given above can be repeated for internal energy and enthalpy with the following result فتصبح المعادلة تقريباً تكتب بنفس الشيء لكن هنا عندي internal energy هنا عندي enthalpy enthalpy فاللاحظ هنا الكتابة تقريباً كان للاحظ هنا الكتابة تكتب بنفس الطريقة هنا عندي UH 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 أيضاً يمكن كتابة هذا الأمر أيضاً بالنسبة للأنتروبي يعني S تساوي SF plus XSFG زي ما قلنا الأنتروبي اللي راح نشوفوها إن شاء الله في آخر شابتر لكن هنا فقط نعطي المعطيات علىها إنه يمكن استخراجها باستعمال الجداول هنا كنت خلصت المحاضرة هذه وهي آخر جزء من استعمال الجداول واستعمال saturated liquid vapor water إن شاء الله الحصة القادمة نبدأ بتعريف جديد وهو تعريف ideal gas وكيفية استخراج ideal gas قبل ما نبدأ الحصة القادمة إن شاء الله فقط أود سؤالكم أو طرح بعض الأسئلة كده لو تسوي وبحث وكيف القوانين هذه سمحت إنها تستخرج منها ideal gas low السلام عليكم ورحمة الله